قام سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ بزيارة إلى مقاطعة أنتاريو في إطار التواصل مع الجاليات المصرية في أرجاء كندا فضلا عن مواصلة التفاعل والانخراط مع الأطراف والمسؤولين الكنديين من أجل الدفع قدما بالعلاقات المصرية الكندية وخلال زيارة التقى السفير أحمد حافظ بوزير البيئة لمقاطعة أنتاريو ديفيد بيتشيني لبحث أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 والذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ كما زار السفير الكاتدرائية القبطية مارموركوس بتورونتو وهي أكبر كاتدرائية مصرية خارج مصر